الراديو 9090 هواها مصري وعظيم ويمكن الهدف ده يكون سبب في ان صلاح ياخد جايزة بوشكش بتاعة احسن هدف هذا العام للعام التاني على التوالي هنروح بقى لاصالة اللي احتفلت بوصول عدد مشاهدات الكليف الجديد بتاعها بنت اكابر لاربعة مليون مشاهدة قبل مرور اسبوع من طرحه او بعد مرور يعني ماكملش اسبوع من طرحه على طبعا يوتيوب الاغني من اخراج اتهم الشريف ومن كلمات ابو نعمة والحين محمود الخياني على فيسبوك بقى عبرت عامر عن سعادتها بعرض مسلسل شقة فيصل في رمضان اللي جاي بعد تأجيله اكتر من ثلاث سنين لمشاكل انتجية وقالت مش مصدقة عيني المسلسل بيشارك في بطولته كريم محمود عبدالعزيز واحمد فتحي هنروح بقى لتويتر اللي علق احمد السعداني على الانتقادات عليه اللي تعرض لها سيد رجب بعد حضوره حفل زفاف عروسة يتيمة من ايام وكتب وقال صباح الخير تعليقات البعض ان حضن سيد رجب الابوي للبنت اليتيمة حرام يؤكد اننا في الدرك الاسفل من الحضيط الله يعني انا شفت الفيديو ده حاجة جميلة والبنت عياطت فرحة وكانت مبسوطة كانت امنية من امنياتها ان هو يكون موجود يعني انا مش فاهم الناس يعني ما فيش حد بيعجبه حالة قصة جوحة دايما موجودة في حياتنا جوحة عليك بالحمر جوحة مشي جنب الحمر مفيش فايدة نروح مع الفيسبوك على فيسبوك احتفلت شايماء سيف بعيد ميلاد روجينا ونزلت مجبوعة من الصور ليهم وهما مع بعض وكتبت عليها احلى واحدة في الدنيا عايز ميلادها النهاردة وعايزة هديتها تكون مختلفة عايزين دعوات حلوة لقلبها الحلو طبعا ربنا يدلها كل اللي هي تتمنى ترجمة نانسي قنقر